اشتركوا في القناة هذا البلاء فالبلاء إنما يبتل الله العبد على قدر محبة إله للطمحيس لتكفير السيئات لكي يعظم له الثواب ليرفع درجاته ليجعله إماما يقتدى به كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون هؤلاء الأئمة سأذكر إن شاء الله في باب الحديث عن المسؤولية نموذجا يقتدع في المسؤولية عن نفسه فقط قال له ابن مسعودا رضي الله عنه وهو من التابعين الأجلاء يا ربيع الربيع بن خثين يا ربيع لو أن النبي الحبيب رآك لا أحبك الله 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 لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآك لا أحبك يحبه لماذا لما رآه فيه ابن مسعود صاحب القرآن من استشعار لمسؤولية الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال وهي أمانة التكليف حينما يتعلق التكليف بعلاقة العبد بربه أي المسؤولية الفرضية الخاصة التي تحدث عنها وهو يفصل في أنواعها لأن أنت مسؤول عن ما مسؤول عن ثلاثة أمور مهمة مسؤول عن قلبك فعليك أن تقف على بابه حتى لا يدخله غير الله لأن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى منازلكم الاجتماعية ولا إلى أموالكم ولكن محط نظر الله القلوب فالقلوب أواني ينظر إليها المولى وبها يتفاضل الخلائق عند الله فيبقى الإنسان صندوقا لا يعرف ما بداخله إلا الله ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام حتى تكون مسؤول عن نفسك ولا تغتر حينما تحكم على الناس وفق ما يملكون ووفق موازين الأرض أراد النبي أن يعلمهم بسنته القولية والفعلية وضرب الأمثال فمر على الصحابة رجل يمططي جوادا تبدو عليه آثار النعيم والرياش فقال عليه الصلاة والسلام ما تقولون في هذا قالوا يا رسول الله هذا حري إن تكلم أن يسمع على دولير هيئتك ترفعك قبل جلوسك وإن خطب أن يزوج وإن شفع أن يشفع فسكت الحبيب ولم ينبز ببنت شفا حتى مر على التو رجل تبدو عليه آثار الفاقة أشعث أغبر يزدريه الناس لحالته ومظهره فقال عليه الصلاة والسلام وما تقولون في هذا قالوا يا رسول الله غفر الله لك هذا الرجل حري إن تكلم أن لا يسمع له أحد شحال عندك وشحال تسمع وإن خطب أن لا يزوج من يزوج الصعلوك وإن راح يشفع لا يشفع ولا تقبل شفاعته فقال عليه الصلاة والسلام مصدرا حكمه لأن لا يغطر الناس أبدا بالمظاهر قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهذا الذي ازدليتموه واحتقرتموه وسقط في أعينكم بسبب مظهره هو عند الله خير من ملء الأرض من ذلك فليكن هذا منهاجك في الحياة أيها الطبيب أيها الغلي جالسه استشعر أن الله تعالى ينصرنا ويجبرنا ويرزقنا بالضعفاء إنما تنصرون وترزقون وتجبرون بضعفائكم فالمسألة الأولى إنما تسأل عن علاقتك بربك ثم تسأل عن علمك قضيت عمرك في ماذا ثم تسأل عن جوارحك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا أنت مسؤول عن نظرتك فلو أنك مددت بصرك إلى حرام وأنت وحيدا تعتقد أن مولاك لا يراك يخاطبك رب العزة في علي عبدي تختلس البصر والنظرة إلى ما لا أحل لك إن كنت تعتقد أني لا أراك فقد كفرت بي وعطلت صفة من صفاتنا وهي البصر الله سميع بصير يراك وإن كنت تعتقد أني أراك فلماذا جعلتني أهون الناظرين إليك لو أنه رأاك رجل صالح تستحي منه لصرفت نظرك استحياء وحياء من مخلوق لا ينفع لك لا يملك لك نفع ولا در ألا ترى أنك مسؤول عن خلثة عينك يعلم خائنة العيون خائنة يا وماته في الصدور بصرك ولذلك كان الربيع يغض بصره ولا يرفع بصره إلى السماء وكان يمشي بين الناس ناصحا لاحترام مسؤولية الأفراد في المقاهي فيقول حينما يرى الناس يجلسون أماما بباني الجيران بغير وظيفة ولا عمل فيغضب ويقول نهانا رسول الله أن نجلس ونتخذ الطرقات مجاله رأي مفار للشبهة مفار للشبهة مسؤول أنت عن هذا الأمر جاء الصحابة إلى رسول الله قال لهم لا يجلسن أحدكم في الطرقات قالوا يا رسول الله لا نجد بدا من ذلك ليس لنا مكان نجتمع فيه قال إن كان لابد فاعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق قال غض البصر أولها غض البصر وثانيها رد السلام وثالثها النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتستطيع أن تؤدي حق الطريق؟ ولذلك كان يعتبر أنه مسؤول عن بصره فلا ينبغي أن يستعمل نعمة الله وقد حرم منها البعض إلا فيما ينفعه إذا لقيا جاء عندي واحد السيد والبارح العينين دي قالوا طافين قالوا الطبيب أنتم ماركوا طباط عرض قالوا ارتفاعوا الضغط بسبب عينيه المتعفنة الدمكي وصلنا نعمة فلا بد من إجراء العملية لانتزاع عينيه قالوا له العينين وجابوا عندي واسمه هو الأمل جيل وقع في الحياة السيد واسمه واسمه قالوا له لو تركت هذان المكانان تركت هذين المكانين غائرين سيصابان في المستقبل بالتعفن يؤدي إلى السرطان فعليك أن تهرع أو تهرع لكي تضع هناك ذك اللي كسمهم البناقات وهذو كان غير واحد اللي يدينا في وجدة قصار غاية في الحياة هو عينه بشي مش يرد عينه بشي دي اللي بناقات بقيت نقول كان معايا وحسي بيتل شو انظر الآن إلى هؤلاء لكعرف النعمة التي أنت فيها عطاك ربك عينا لم يعطيها لغيرك فبدل أن تنظر في كتاب الله في آيات الكتاب المصطور وتتدبر وأن تنظر في آيات الكتاب المنظر أفلا ينظرون إلى لبل إلى السماء وفي أنفسكم أفلا تبصرون أتركت كل هذه المسؤوليات أهزحتها جانبا وصرت عياذا بالله بعينيك تتتبع الناس تتتبع عورات الناس فيه مشغل فلان فيه زجا فلان فيه الكال فلان من ينصب أنا خبري أنت واحد ما عنده الخبر خبري أنا أنت واحد ما عنده الخبر نصيبه عندك يقول كيف أشهد ما عنده خدمة هذا أوليس لك عمل تقوم به إلا هذا فأنت مسؤول عن عينيك أنت مسؤول عن سمعك ماذا تسمع إذا جاءك أحدهم ساعي البريد للشيطان يريد أن يوزع رسائل الكراهة بينك وبين إخوانك فكن أول من يوقف ساعي البريد لا تسمع له لا تعينه على الهدم فإن عمر بن عبد العزيز جاءه رجل يحدثه عن ما سمع عنه من واحد ينتقس من عمر قال له أنت أحد اثنين إما أنك صادق فأنت نمام والنمام لا يدخل الجنة وإما أنت كذاب فلعنة الله على الكاذب اختر بينهما وجاء رجل إلى ميمون بن مهرام فحدثه بسوء عن أخ له فقال له ميمون ميمون هو اللي كان يسلمه لأمر أبن الله وذلك الصباحيين اللي يضربوا سيدناه فقال له ميمون يا رجل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده هل غزوت الروم؟ قال لا هل غزوت الفرس؟ قال لا قال هل غزوت الترك؟ قال لا قال سلم منك الروم والفرس والترك ولم يسلم منك أخوك المسلم بلسانه؟ لماذا تسارع إلى إشاعة رسائل الكراهية؟ فأبغض الخلق إلى الله المشاءون بين الناس بالنميمة المفرقون بين الأحبة البغاء الذين يبغون العيب للبراءة أوه ربي على ثلاثة الصفات يا الله يبغون للبراءة العيب مسؤول عن أذنيك مسؤول عن لسانك مسؤول عن تفكيرك حتى مش زي مسؤول عن ذلك لأن الأمور بمقاصرها وإن كنت تبيت بالليل وتخطط من أجل الإيقاع بأخيك فهذا الذي جعلنا في مؤخرة الأمم جعل عندي واحد قال لي بغيت نقول لك واحد اللي منمو لك الله يخليك قلت له دينا المنمو لما يقول لي غير زيت وشكه قال رأيت هذه واحد الثلثية رأيت نفسي على شاهق وتحت الجبل طريق فيها منعرجات وعلى الطريق رسول الله هذا رسول الله وعلى جانب الطريق جماعات جمعت تنكبت الطريق وجلست على جنبتي الطريق عن يمين وعن شمال والهاتف يقول هما كيف تعلم رسول الله على هذا يشوفوا فيه يقول لي ويشغلوا هي تهضروا يفوت على هذا غير يشوفوه يقول له هذا رسول الله فيشغلوا له فقال الهاتف انظر إلى أمة رسول الله كيف افترقت شيعة وخلعت ربقة الإسلام من عنقها فتركت اتباع النبي وصارت كل حزب بما لديهم فقلت له انت راح تفسيرها في السلوليك ما يشغل تفسيرها هذا الذي يحدث للأمة هذا هو الذي يحدث للأمة إذن فأنت مسؤول عن كل هذا كان رضي الله عنه بعد مسألة كونه مسؤول عن سمعه وبصره ويصر على أن يعمل به ويدعو الناس إليه لأن دعوة الناس إلى أمر إذا لم تكن مقرون بالعمل يكون صاحبها ملام لأن علي رضي الله عنه يقول معلم النفس أحق بالإجلال من معلم الغير معروف الثانية من خصاله هذا الطالب التلمير أنه كان منكبا على إصلاح عيوبه وكان شعاره في الحياة رحم الله من شغلته عيوبه عن عيوب الناس أقسم برب الأرض والسماء إن عيوبي تملأ السماوات والأرض ولولا فضل الله علينا وستره الذي أسدله علينا فأظهر منا الجميل وسطر منا القبيعة سبحانك يا من أظهرت منا الجميل وسترت منا القبيح ورأيتنا على المعاصي فلم تفضحنا إن النبي لما جاءته المنية وقف ملك الموت عند الباب فقال جبريل ملك الموت بالباب لم يستأذن على أحد من قبلك ولن يستأذن على أحد من بعدك ولو لم تأذن له ما دخل أتأذن؟ قال لا ما الذي يؤخرك عن إعطاء الإذن لملك الموت؟ أريد أن أطمئن على أمتي فارتفع جبريل إلى ربه قال السلام يقرئك السلام ويقول لك الله لن يسيئك في أمتك وسيرضيك في أمتي قال له يا جبريل قال له يدخل قال الله ماذا تريد يا محمد؟ لا شك أن في أمتي من عباد الله من يذنبون كثيرا وعيوبهم كثيرا أنا أريد أن أطمئن على هذا الأمر خاصة ما هو؟ أن يستر الله عيوب أفراد أمتي عن سائر الأمم فإني لا أريد لأجوه أمتي أن يسيح منها ماء الحياء أمام الأمم الأخرى وقد جعلها الله شاهد على الأمم السابقة فصعد جبريل فجاء السلام يقرئك السلام ويقول لك لقد طلبت يا محمد أن أستر عيوب أمتك على الأمم فقر عينا فسأسترها عنك حتى لا تعلمها أنت غادي نسترها حتى علي ما فيها؟ ربي أحب استر تعرفوا حديث المناجاة؟ النجوة يدني الله يوم القيام العبد منه فينشر عليه كنفة فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا بمكان كذا؟ أي ربي أذكره أتذكر ذنب كذا يوم كذا مكان كذا؟ أي ربي أذكره فتتزاحم الذنوب في رأسه وهي أكبر فيود لو فتحت الأرض أرض المحشر لكي يدخل فيها حتى لا يتحمل مجابهة الحق حياء سيد ربي يعطي واحد الزوج وثلاثة وشك عبدي أظلمك كتبتي زادوا عليك شحاتي لا يا ربي أنت الآن بهذا إذا أدخلت إلى النار هتكون مظلوما؟ لا يا ربي يا عبدي أذنبت هذه الذنوب في الدنيا فتعهدتك بالستر فسترتها عليك في الدنيا حتى لا تنفضح أمامك وها أنا أتم الستر عليك هذا اليوم حتى لا تنكشف أمام الناس والخلق خذ كتابك بيمينك وادخل إلى جنة أولا يتأدب ويتخلق المخلوق بخلق الخالق الله ستير يحب السدر فانشغل بعيوبك فلو جعل الله لذنوبنا رائحة منتنة ما استطاع أن يجالسنا مخلوق ولكنه الله والحمد لله لله هو الله والحمد لله لربيه وربيه من جاء يموت الحجاج من جاء يموت الحجاج قول ذكره الذنوب بزاف ودعوا عليه فعلت وفعلت وفعل فشخص ببصره قبل أن تخرج الروح فقال يا رب يذكر كثير من الناس عيوبي ويقولون ويزعمون أنك لا تغفر لي فاغفر لي فأنت الغفار ليسهم قال الحسد البصري أقالها؟ أقالها؟ قالوا لقد قالها قال الحسد فعسى عسى فلنشغل بعيوبك شح لدي عندي الذنوبان وشح لدي الكذوب وعندي الغيبة وعندي النميم وعندي اللي يعرفون الناس وعندي باطل إثم الخطار قع ماشي الظاهر الباطل اللي ما عرفه شو تقع لو قضيت العمر كله في معالجة خطائما ما انتهيت فكيف نبقى نام جلدنا؟ أقف على نفسك هذا الثاني الذي يحبه النبي لو رأاه الاستشعار المسؤول عن جوارحه فلا يصرفها إلا في الطاعة والثانية أن يعكفا في المسؤولية الفرضية دائما على عيوبه وليس له أبدا 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 تعرفوا منين قتلوا الحسين في كربلاء قالوا اليوم سيتكلم الربيع كان منين يجي يقدر شيء حذرها يدونها يكتبها في الليل إقرام على روحه حاسب روحه حاسبوا أنفسكم قلاته حاسبوا وكان كثير الصمت غزيروا الدمعة قالوا اليوم حين قتل صبت رسول الله ظلما سنستل لسانه فسيتكلم رغما عنه قالوا يا ربيع ولم يختك خبر مقتل الحسين نريد منك تعليقا فشخص ببصره إلى السماء فقرأ آية يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفوا ما سقصش يكون نقتل ما سقصش يكون نقتل الله الذي يعلم هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه هذه الثانية الثالثة دفعته استشعاره للمسؤولية أن يعذر الناس ليس فقط أن يعكف على عيوبه أن يعذر الناس فلتمس لأخيك يا أخي ألفع ذن عجبني قبيلات الشيخ انتعنا من اللي قال لك إن شاء الله تعالى أركانت على المسؤولية الحرية لأن بعض الناس تصدرون من تصرفات تحت ضغط واقع لا نعرفه فأنت تلتمس له العذر لأن هذا الشيء اللي رأى ديره ربما رأى يعني شيء حاجة أنت ما تعرفه إلتمس لأخيك سبعين عذرا فإن لم تجد له عذرا من السبعين فقل لعل له عذر لا أعرفه أو يا أبنى هل بمثل هذه العقلية تتولد العداوات هل بمثل هذه العقول الكبيرة تتولد الخلافات وما يلقى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نحن ولا قوة إلا بالله دخل إلى المسجد ليصلي ومشاكل المساجد منذ القديم على عهد رسول الله بنى المنافقون مسجدا وسمى مسجد الضرار في غيبة النبي في سفره إلى تقوم البلقاء لقتال الروم في غزوة تبوك فاغتنموا فرصة غياب النبي فبنوا مسجد الضرار فأرادوا منهم من بسلس من يصلي في المسجد فماذا أخبر الله الدبي قال له هذا المسجد اتخذه المنافقون إرصادا لمن حارب الله ورسوله ووكرا للمخابرات المتقدمة التي تخبر الأعداء بحركات المسلمين أولا بأول الطابور الخامس مسجد هو طابور خامس فأمروا فسحلوا من المسجد وهدم المسجد ولذلك المسجد عندنا فيهم مشاكل هو خاسد دخل لكي يصلي إحدى الصلوات المكتوبات رضي الله عنه فقال لأخيه يعني حاولي اصطفوا معه عندنا هكذا ما نجل وكان وراءه أحد الشباب المندفعين المتحمسين دار له هكي ضربه على كتبه وقال اترك مساحة لمن يصلي وراءك فدفع الإمام فلم يلتفت إليه وقال غفر الله لك أخي حسنا حسنا فلم يزل عليها غفر الله لك أخي حسنا حسنا تحمل الأذى من الآن من أراد درجات العلا عند الله قال رسول الله صلى الله عليه ابتغوا الرفعة عند الله الرفعة هي الدرجات العلا صل من قطعك وعط من حرمك واعفوا عن من ظلمك واحلم عن من جهل عليه هذه ثلاثة الأولى مسؤوليته على جواره والثانية الانكباب على عيوبه الثالثة التماس الأعظار لمن قل عقله أو قلت الحكمة في تصرفاته الرابعة الأخيرة إن شاء الله قام بأمرين جليلي في علاقته مع الله وجعل علاقته مع الله هي الحالة التي تضبط علاقته ومسؤوليته مع الخلق هذا لأن لما عنده العلقة مع صدر ربي مزيانا فضيع مسؤولية نفسه بين يدي ربه وأوبقها لا تنتظر منه أبدا أن يحسن إلى الناس وقد أحرق نفسه فقام بمسألتين اثنتين الأولى حيرت أمه كانت له أم في البيت وكان يبرها كثيرا ولكن كان يقول لها يا أمه اليوم جعلته لك فاطلبي ما شئت وما لا تطلبيه أقضيه لك لكن إذا جن الليل فهو لربي فأرجوك إن شاء الله إذا خلوت بربي يعني بسبحير فكان يسدل الستارة وحفر قبرا في بيته فيصلي ويبكي فتأتي أمه فتقول له يا بني أولم تخلق النار إلا لك كثرت علينا عشر سنين بزها يا بني إني أشك أن بكاءك هذا له سبب أخبرني فأنا أمك إن كان سبب بكاء قتلك لروح بغير حق سأتوسط لأهل القتيل ونسألهم أن يصفحوا عنك أو أن نؤدي الديا قال يا أمه ارجعي إلى فراشك فقد قتلت نفسا أتعرف النفس التي قتلتها قالت من يا بني أنا في خدمتي قال قتلت نفسي قد أفلح من زكاه قد خاب من دساه وعما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المواق فلما ينتهي يدخل إلى القبر الذي حفره ثم يذتجع يمنة ويسره فيقول لنفس أيتها النفس يوم محتوم ستكونين هنا حقيقة وستقولين أرجعوني لعلي آمن فخرجي للعمل قبل أن تدخلي في يوم تقولينها ثم لا تخرجين فيعود إلى صلاته إلى الفجر فأصيب في يوم يومه الأخير بالفالج بالشلل التام أصيب الربيع بن خثيم في آخر يومه بالشلل التام فأصيب أنت مشلول تام شلل ربي ربي قد أعذر من هو دونك في البلية فكيف أنت مشلول قال إني أستحي من ربي أم أسمع منادي الله ينادي فلا أجيب هذه رسالة هذه رسالة لولداتي أبناتي هذه رسالة لولداتي أبناتي فزحف حتى وصل إلى المسيب فأذن لصلاة الصبح فسوى والتحق بالصف شلول فسجدوا استجدة الأولى فرفعوا من السجود ولم يفع من يفعلك عاوية ظل على حالته فلما انتهى المسلمون من تأدية صلاة الصبح هرعوا مسرعين إلى الربيع إمام الدنيا الذي ملأ الدنيا علما وشغل الناس فوجدوه ارتفعت روحه إلى الباري وهو ساجد آه حين تذكر هذه النماذج تقيم نفسك نعطيك على المسؤولية بشعرها إن شاء الله تعالى عليك بأربعة أمور الأمر الأول أن تنظر إلى من هو فوقك في الدين زن نفسك بالصالحين دام شفسي لي أنفق أكثر منك وصلى أكثر منك وبر أمك أكثر منك ووصل الرحم أكثر منك فإن صدري يستبشر حينما أسمع أن الصيدلية الفلانية يأتيها الفقير من شرح الصدري فيأخذ الدواء كان معه مقابل أم لم يكن معه مقابل فيسلح خبرا بين الناس ويعجبني أسمع الدكتور والطبيب يأتيه عشرون زبونا فيتعفف عن أخذ أجرة ستة من العشرين لأنهم يجدون صعوبة في تأذية ثمن ذلك كم سيربح الناس عند ربنا بهذه الأعمال التي لا تتيسر إلا له لا يمكن إنساني أن يعطي الدواء وهو ليس بصيدلاني لا يمكن إنساني أن يعالج الناس وهو ليس طبيب فالله منع عليه بهذا الفضل وكذاك صاحب كل نعمة فإن كنت تريد استشعار المسؤولية فانظر إلى هؤلاء الذين ما ناموا بالليل ولا بالنهار لإرضاء ربهم كيف تكون يوم القيامة معهم فقراء المهاجرين الذين ماتوا والحاجة في صدورهم يدخلون الجنة قبل أغنياء السابقين من الصحابة بخمسمائة عام وإحنا فينا من عمي ويا حبيبي ويا حبيبي ويا حبيبي ويا حبيبي طال حكيم الدعاة الندوي رحمه الله في كتابه ماذا خسر العالم بانحطاط المسلم قال هذه الجملة ما زالنا لو تمثل الإسلام رجلا يمشي على الأرض لما زاد على أن يكون كأحد الصحابة اقرأ قصص الأنبياء اقرأ قصص الصحابة اقرأ سيرهم حتى تقتفي بآثارهم فإن حبك لهم يجعلك المولى تدرك منزلتهم وأنت لا تعمل بعمله هذه اللولة الثانية أن تنظر دائما إلى من هو أسفل منك في الدنيا حتى لا تزدري نعمة الله عليك شوف غيرفو 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 انظر إلى من هو أسفل منك وعيش معهم وفي أكنافهم هارو الرشيد قال بنسماك فيه قال له عظم قال له أخ قال له تخيل أنك في زمرتك تقطع الفياف فأصبتم بعطش عظيم وليس معكم إلا كوب واحد من الماء عند أحدهم بكم تشتريه قال بنصف ملك قال له فلما شربت وأردت بعد ذلك أن تخرجه سموما من جسدك أصبت بالإحصار فقطعك الألم وليس ثمة طبيب إلا واحد مختص في تشريح المسالك البولية كم تعطيه؟ قال النصف الآخر قال ملكك كله يساوي بولة ملكك كله ليك أن تغطر بمنصبك أو مالك فإن النعمة مسؤولية أخرى زيادة على مسؤوليتك بين يدي ربك لا تسألن يومئذ عن اندعي هذه الثانية والثالثة إن شاء الله تبارك وتعالى ألا تذكر حسنة فعلتها لأنك لا تدري آه الله قبلها أم لم يقبلها شأن المؤمن مع حسناته زياد أم يستوعها لأن الله قال من جاء بالحسنة ولم يقل من المعاملة لأنك تعمل الحسنة لكن تبطلها والله يقول لا تبطل أعمالكم لا أعمال يومطل باش بالمن بالأذى بالعجب بالكبر ديروا تلتموا المرائب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منفور ما تبطل هاش هذه الثالثة التي طولت عليكم والربعة والأخيرة إن شاء الله تعالى وهي لا تنسى سيئتك أبدا فسيئتك لا تنساها أنت لا تذكرها ولكن لا تنساها لأنها دونت ولا تنسى فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت ولذلك أنت لا تعرف من أي جهة يهجم عليك ربك سقط المسجد على محمد بن الموكدر أحد التابعين فحمل إلى بيته ليجود بنفسه فأصيب بصفرار وخش فقال له تلامذته أنت يا يخع لك ذلك قال آية في كتاب الله قطعت أوصالي قالوا ما هي قال قوله تعالى وَبَدَى لَهُمْ مِنُ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ كانوا يحتسبون أمرا فبدى لهم حينما رأوا الحقائق أنهم كانوا في جهة من الجهات مقصرين فلا زالوا به يفسحون له كما ذا قال المؤانسة يفسحون له في الأثر ويوسعون له من فضل الله حتى تهلل وجهه فمات هذه أربع منهاجك فالليلة المسؤولية الفرضية هي أصل كل مسؤولية فمن فشل ولم يؤدي مسؤوليته تجاه نفسه فلا يؤديها لغيره من باب أولى ففاقد الشيء لا يعطيه هذه اللولة ولذلك هذا الرجل كان يستشعر مسؤوليته عن جوارحه كلها وكان يعكف على سيئاته وعيوبه مشغول بها طوال اليوم والليلة وكان يتحمل أذى الناس ويلتمس المعاذير أقل يلتمس المعاذير لإخوانك وعرف الغاية فشمر لها الغاية هي الله والموعد الجنة ودونه من غايات لا ينظر إليها إلا الصبيان ليس الصبيان بمعنى في السن ولكن كم من رجل ضخم الجثة طاعن في السن عقله وعقل الصبية هذا ثم بعد ذلك لابد من بعض هذه الذي تعينك على تأدية المسؤولية أخيرا أريد تهيق يوقف العبد بين يديه الله مسؤولية على أخير أريد تسأل عليها أفعلت كذا وكذا فيقول العبد المحروم المحروم اللي موالفي يكذب على الناس وعزتك وجلالك لم أفعلها يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسب شو يتعلم مع ربي يعني كثرت ما توالف مع رباشار أي يكري على الله والله 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 أنا يشمد دور يشمد دور حساب له يشمد حتى شوف يمش يحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شي ألا إنهم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله يشغلين ديرو قال له سيأتي الشهود ليشهدون عليك شكو الملائكة التي دونت الكتابة ما يلفظوا من قولي إلا لدي رقيب نعتيني كما ذلك هالهضريني كهالهضريني يقول له أحنا كتبنا هالشي شك فينا أحنا أحنا واش نقضى الرشوة واش ناكله واش بغير نديرو فيلا واش بغير نديرو بلان ما عندي أبا من خناران ما عندي ما عندي بلان ما عندي وظيفة ما عندي ما عندي المقتل هالشي يقول والله لا زادوا علي هذا كذب على ربك الملائكة قامت دهش فيهم حسب له تسلكوا قال له واخ نجيبوا شي حاجة أخرى فإذا بالأرض تزحف إلي يومئذين تحدثوا أخبارها قال لا تدرون ما أخبارها قالوا الله ورسوله أعلم قال الأرض التي عصيت الله عليها أو اقترفت الحسنة فوق ظهرها تأتي لكي تشهد لك أو عليك لأنه الصرح الهج هذا ابن أدم المنافق الصرح يا لطيف يا لطيف على زرعك الكتان شوفوا يا رب يا فتقول الأرض هنا زنيت بفلانة يوم كذا ساعة كذا هنا أخذت الرشوة هنا أكلت الربا هنا اغتبت أخاك هنا هنا قلوا يا رب أولا تجد من يشهد علي إلا التراب والله ما درتها فيختم الله على هذا اليوم نختم على أفواههم طنبو اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم اللي ديتم قد كلم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم شهادة لما كانوا يكسبون فتقول الأذن تحسست وسمعت والعين نذرت والعقل دبرت وفكرت ودبرت للإطاقة بأخي واليد بطشت والرجل مشيت والبطل أكلت والقلب تمنيت فيطلقه الله بعد تأدية الجوارح الشادة فيقول لما شهدتوا علينا أنا أعنا بكت ندفع أنا أعنا بكت ندفع أحلي إحنا ربي وحلفنا ربي حلفت هالغافريت هالغافريت إيه صغير وأنسي دير بيعرف وموينتي هالأيام موينتي يقلبنا 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 يقول الله تعالى أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وصل الله وسلم على حبيبنا محمد وأستسمحكم على هذه الإعداد